موسيقى تدبرها بشكل يومي أو بشكل رسمي ركت خرجنا بقرارة لها الشركات بالنسبة لنا كمواطنين من هذه الأمور من المقاطعة فهذا التدبير يعني أنا بالنسبة لي عقلاني أنه يتدبر بهذه القضية أو منطقي جاني السعر ديال هذا الأمر هذا غالي ما غاديش ناخده غادي هذا أمر طبيعي وما كنظنش بأنه غادي أثر على الحكومة غادي يعني غادي يزعجها أو أنها ما ترد شخصات رد إلى ما ردتش راك نظن بأنها ردت بلغ ولكن شي حاجة أخرى غادي يعني بهذا الأمر غادي نرضو معنا علش غادي نخافوه لأننا الهدف ديالنا والعمل ديالنا هو حماية هذا المستهلك ولا عنده شي مشكلة فإحنا هنا اليوم باش نشتغلوا على كلنا باش نغل نحلوا هذا المشكل هذا المشكل لازال قائما مع الشركات المعنية بهذا الأمر نقطعها ما كان حشموش لابين نضعوا بيارا نقوله هي اللولة وبالعكس بكل جرأة مع النشطة هي إشكالية فعلاش لأن الحمد لله كين استجابة كين ردود أفعال من الحكومة وأيضا كين هناك ردود أفعال من الجهات المعنية بهذا المقاطعة لكن شركات هناك تجاوب إيجابي مع ديالشركات مع هذا المقاطعة وهذا المقاطعة يعني لابغينا نقولها هي حرية شخصية لبعض الأشخاص لأنها تقاطع بعض المنتجات أو تخليه وحدة أخرى ولكون أن الحمد لله الشركات الآن في خطاب تحاور مع المواطنين اللي عنده لكيمارسوا هاد ممارسة لمن حقهم ولكن مشي معني تبع أن الكل يقاطع هناك أيضا من يعني ما عندوش ما دخلش في هذا الحركات وهذا أمر طبيعي ولكن الحكومة دائما حاضرة بردودها وببلاغتها ودرت بلاغ وقررت فيه يعني ما نعلمه جميعا بأنها الحمد لله حاضرة وأن هذه الأمور تعنا به الشركات المعنية وهذا هو الأمر بالنسبة للستراتيجية ديال الحكومة أو ديال الوزارة بالنسبة لحماية المسالك يعني هذه من أولويات الوزارة هي حماية المسالك هناك الدعم لك نعطيه لجمعيات حماية المسالك اللي هو اليوم ربما غادي يكون ماشي كبير بالزافل وعشر الملايين ديالدرهم ولكن أرى هناك أيضا الحمد لله في هذه السنة المقبلة إن شاء الله غادي يكون هناك مبالغ أخرى اللي كتعناه بجمعيات حماية المسالك غادي يكون عنا افتتاح لأربع وعشرين شباك استهلاك وهذا كنا صرحنا عليه أيضا في اليوم دراسي للحماية المسالك اللي كان في مارس الفين وثمانتاش اللي تكلمنا فيه حول استراتيجيي ديالنا وهو أربع وعشرين شباك اللي غادي يكونوا في جميع ربوع المملكة اللي كتعناه بحماية المسالك الهدف اليوم في هذا الشبابيك هو أنهم غادي يكونوا شباك ممهنا بالنسبة لحماية المسالك غادي يكونوا فيه متدربين متكوينين بشكل أكبر لحماية المسالك واللي غادي يقدروا يستجبوا للمخالفات أو الشكاية اللي كتجي من المسالكين هذا المنظور أو هذا الإطار القانوني اللي كانت ضمن حماية المسالك مع الوزارة هو القانون 3108 اللي كانعناه هو الإطار القانون ولكن أيضا الجمعيات عندها طابع جمعوي ولكن أيضا هي معنات بحق الإنسان في إطار القانون 3108 ممكن لاش تحيد عليه وهذا الدعم كيجيها عن طريق هذا القانون اللي هو 3108 حتى بالنسبة للتكوينات أو المراقبين اللي كانت تنظموا الوزارة فهو بإطار قانون قانون اللي هو اللاغيتي يعني اللي كيكون في المقطرو القانون 3108 فهذا إطار قانوني اللي منضم العمل بين الجمعيات وبين الوزارة ما تنساش تابونا فلاشين وتأكتب الجرس باش يوصل لك جديد الفيديوهات من هزبراس